بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس رياضيات واحد اثنين للسنة الأولى المشتركة في نظام المسارات اليوم ان شاء الله رح يكون درسنا واستكمالا لدرس المثلثات أنا صارح شميمري ويشاركني مشكورا الدكتور محمد المكيطيب تعالوا نشوف هذا الدرس اليوم درسنا ان شاء الله رح يكون إثبات الطابق المثلثات ASA و AAS ما علاقة هذا الموضوع بالمواضيع السابقة تعالوا نشوف علاقة هذا الموضوع نحن نتعلمنا سابقا إثبات تطابق مثلثين باستعمال SSS و SAS وذكرنا ان SSS تعني ثلاث أضلاع في مثلث تطابق ثلاث أضلاع أخرى في مثلث رح نقول ان المثلثين هذول مطابقين اما فيما يتعلق بSAS فيعني انه ظلعين وزاوية محصورة بينهما تطابق ظلعين وزاوية محصورة بينهما في مثلث آخر رح نذكر ان هذين المثلثين متطابقين وينبغي علينا نركز بالرموز اللي عندنا احنا قاعدين نتكلم سابقا عن SSS و SAS اليوم لاحظوا معي اليوم وشو؟ اليوم ASA و AAS اعتقد ان الجميع الان وضح له ايش معنى ASA و AAS باختصار ASA هي زاويتين وظلع محصور بينهما AAS ركز معي هي زاويتين وظلع غير محصور بينهما وتلاحظون ان الضلع الحال وهي مين اللي هو S والزاويتين وجم بعض اذا هذا باختصار معنى كلمة ASA و AAS إذن رح نتعلم إن شاء الله استعمال المسلمة ASA لإثبات تطابق مثلثين ذكرناها ASA معناها ايش؟ معناها زاويتين وظلع محصور بينهما أيضا رح استعمل النظرية نظرية ماذا؟ نظرية الزاويتين والظلع الغير محصور بينهما لإثبات تطابق مثلثين وفرداتي لهذا اليوم إن شاء الله الضلع المحصور طبعا بالإنجليزي ما هي مسلمة تطابق بالزاويتين وظلع محصور بينهما وركز معي قلنا حنا محصور بينهما لماذا ذكرنا أنه محصور بينهما؟ لأنه قاعد يتكلم عن إيش؟ عن ASA لاحظ معي الزاويتين هنا والظلع هذا المحصور بينهما إذن الزلع الواقع بين زاويتين متتاليتين لمضلع يسمى الزلع المحصور ففي المثلث الزلع اللي سار هذا ABC نلاحظ أن قطعة المستقيمة والظلع AC هو الزلع المحصور بين الزاوية A والزاوية C هذا الزلع اللي عندي شوفونه؟ هذا الزلع هو الزلع المحصور بين الزاوية A والزاوية C عشان كذا قلنا حنا أن هذا الزلع محصور بين الزاويتين تعالوا نشوف مسلمة ثلاثة ثلاثة التطابق بزاويتين وظلع محصور بينهما ASA إذا طابقت زاويتان والظلع المحصور بينهما في مثلث نظائرهما في مثلثين آخر يعني نفس الزاويتين والظلع المحصور بينهما فإن المثلثين هنا راح نقولهم إيش؟ متطابقين تعالوا نشوف الشكلة لعليساء لاحظ معنا إذا كان A هنا تطابق D و B تطابق E والظلع المحصور هنا يطابق الزلع المحصور بين الزاويتين فإن المثلثين ABC و DEF متطابقين ركز معنا لاحظ معنا شوف نلاحظ أن الزلع هنا محصور بين زاويتين متطابقتين في مثلثين خلاص نحن نذكر أن هذه مسلمة ASA اللي هي زاويتين وظلع محصور بينهما تعالوا نشوف هذا المثال استعمال المسلم ASA لإثبات تطابق مثلثين السؤال يقول لك أكتب برهانا ذاعة مدين لاحظ معي ذاعة مدين نحن ذكرناها سابقا في باب أسابق ذا عمودين أنك تحط عمودين كذا وتكتب على المين العبارات وعلى اللي سار المبررات ممتاز؟ طيب المعطيات عندي هنا معطيك إياها QS ينصف الزاوية ماذا؟ QS ينصف الزاوية PQR ينصف هذه الزاوية معناها أن هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية إذن P S Q و R Q S أو P S Q هنا أحض معي هنا P S Q هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية اللي هي R S Q ممتاز؟ معطيك هو زاويتين متطابقتين وفي عندك السؤال يقول لك أثبت أول مطلوب هو إثبات أن المثلثين متطابقين طيب لو جيت فصلت المثلثات خليت المثلثة اللي فوق هذا وهذا المثلثة اللي بالأسفل ممتاز؟ خذلنا نتخيل المثلثين ذوي المفصولين صح ودلا؟ تلاحظ أن في المثلثة اللي في الأعلى هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية صح؟ والمثلثة الأعلى هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية اللي في الأسفل ممتاز؟ وفي عندك ظل مشترك بينهم اللي هو إيش؟ اللي هو QS المنصف عندي هذا مشترك بين بين المثلثين نلاحظ أنه في عندي زاويتين وضلع محصور بينهما تطابق زاويتين وضلع محصور بينهما في مثلثين إذن المثلثين متطابقين تعالوا نفصل هذا الحل ببرهان ذا عامدين البرهان طبعا من المعطيات QS تنصف PQR والزاويتين PSQ هنا تطابق الزاوية RSQ ممتاز طيب معنى ذلك أن منصف الزاوية هذا ذكر لي هذا منصف زاوية خلاص إذن الزاويتين هنا PQR PQS و RQS هما متطابقتين من تعريف منصف ماذا الزاوية خطوة ثالثة عندك QS هذا مشترك بين المثلثين إذن من خاصية الانعكاس QS تطابق QS ممتاز خلاص عندك الحين زاويتين وضلع محصور بينهما تطابق زاويتين وضلع محصور بينهما في مثلثين إذن المثلثين PQS تطابق أو المثلثين هنا متطابقين الخاصية عندي والمبرر عندي من مسلمة الزاويتين وضلع المحصور بينهما في تحقق من فهمك أكتب برهاناً حراً أكتب برهاناً حراً هنا المعطيات عندي قطعة المستقيمة زد أكس تنصف الزاوية W Z Y هنا Z X تنصف الزاوية W Z Y هذه W Z Y معناها أن الزاوية هنا تطابق هذه الزاوية وأيضاً X Z تنصف Y X W Y X W معناها هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية المطلوب إثبات أن هذين المثلثين متطابقين طيب بفكرة عامة بشكل عام يعني نحن أريد أن أفكر لما يجيك السؤال الذي أمامك ينبغ عليك تتخيل المثلثين هذين المفصولين حتى لو كانوا متحديد في الرموز صح ولا لا علشان أقدر أثبت أن هذين المثلثين متطابقين ممتاز يعني في هذا الشكل الذي أمامنا ممكن أفصلهم يعني ممكن أرسم مثلث فوق مثلث تحت لاحظ معي يحمل نفس الرموز عندي ونفس الرؤوسة الموجودة عندي في السؤال ممتاز كذا بيسهل علي بيسهل علي إثبات تطابق المثلثين ممتاز هنا في هذا السؤال حينما فصلنا الرؤوس إذن خلاص هي واضحة أصلا بما أن الزاويتين في المثلث يعني الزاوية في المثلث اللي في أوك هنا لاحظ معنا تطابق الزاوية في المثلث اللي في الأسفل والزاوية اللي في المثلث اللي في الأعلى هنا تطابق هذه الزاوية اللي في المثلث اللي في الأسفل والظلع هذا وش فيه؟ الظلع هذا مشترك بينهم من خاصية الإنعكاس معناها أن المثلث اللي فوق W X Z يطابق المثلث اللي في الأسفل Y X Z من مسلمة A S A اللي هي زاويتين وضلع محصور بينهما إذن بما أن Z X تنصف الزاوية W Z Y خلونا نفسر هذا الكلام طبعا هذا برهان حر ليش برهان حر؟ لأنني قاعدين نكتب برهان حر يعني برهان مجرد كتابة وليس ذا عامدين وليس يعني كأني أنا قاعدة أشرح له كيفية إثبات تطابق هذين وثلاثين بكتابة أمتاز عشان كذا يكتب لك برهان حرا إذن بما أن Z X تنصف W Z Y إذن الزاوية W Z X هذه هي تطابق الزاوية Y Z X هنا من تعريف منصف الزاوية خلاص حين ذكرنا أن هاتين الزاويتين مطابقتين وكذلك أيضا Z X تنصف الزاوية اللي في الأعلى اللي المين هذه اللي هي W X Y إذن الزاويتين W X Z تطابق الزاوية Y X Z ممتاز من تعريف منصف الزاوية وبما أن Z X هنا يطابق نفس Z X من خاصية الإنعكاس نجد أن المثلثين هنا مطابقين بحسب المسلمة أنجل سايد أنجل أو زاويتين وظلع محصور بينهما نحن ننتهينا الآن من نظرية أو مسلمة أنجل سايد أنجل لاحظوا معي نحن قاعدين نتكلم عن مسلمة صح ولا لا وكل الموضوع السابق اللي هو SSS و SAS في الموضوع السابق نفس الكلام لكن الآن راح تكون نظرية نظرية إثبات تطابق المثلثين بحسب زاويتين وظلع غير محصور بينهما ممتاز لازم حنا نشوف ترتيب الأضلاع ما نجي نفرق بينه القبل شوية اللي هي زاويتين وظلع محصور يعني بينهم هنا لا زاويتين جن بعض وظلع غير محصور بعيد عنهم واللي بينهم بعيد عنهم ممتاز إذن ماذا تقول هذه النظرية تطابق زاويتين وظلع غير محصور يكفي لإثبات أن المثلثين متطابقان وتعدوا علاقات تطابق هذه نظرية لماذا؟ لأنه يمكن إثبات صحتها باستعمال نظرية يعني حنا نجينا وقلنا في عندك أنجل أنجل ساجل الزاويتين وظلع الغير محصور بينهما إثباتها عن طريق ماذا؟ عن طريق نظرية الزاوية الثالثة ماذا تقول هذه الزاوية الثالثة؟ تقول إذا كان في عندي مثلثين في زاويتين وتطابقتين مع بعض في المثلثين إذن الزاوية الثالثة تطابق الزاوية الثالثة في المثلث الآخر هذه نظرية الزاوية الثالثة ممتاز تعالوا نشوف النظرية ثلاثة خمسة إثبات أو أتطابق بالزاويتين وظلع غير محصور بينهما يقول لك إذا طابقت زاويتين وظلع غير محصور بينهما في مثلث نظائرهما في مثلث آخر فإن المثلثين هنا يكون مطابقين ومعطيك هنا لاحظ معنا يا سلام شوف الزاوية A تطابق الزاوية D والزاوية B هنا تطابق الزاوية E والظلع بي C يا سلام هل هذا محصور بين الزاويتين؟ لا ممحصور بالتالي هم مطابقين هنا إذن المثلثين متطابقين طيب كيف رح أثبت هذه النظرية؟ رح أثبتها عن طريق هذا البرهان إذن في عندك معطيات أصلا في عندك معطيات في مثلثين متطابقين لاحظ معي هنا معطيات عندك الـ M هنا تطابق SR أو RS والزاوية Q تطابق الزاوية L والزاوية M أو الزاوية هنا R تطابق الزاوية M ممتاز المطلوب إثبات أن المثلثين متطابقين طبعا في عندك معطيات المعطى الأول أن الزاويتين متطابقتين اللي هي Q تطابق L والزاوية M تطابق R والظلع SR يطابق الزلع M هذه كلها معطيات هذه كلها معطيات عشان كده اكتبناها معطيات لاحظ معي هذا برهان راح يكون برهان تسلسلي زي ما ذكرنا سابقا طيب بعد ذلك بما أن الزاويتين L و Q هنا L و Q مطابقتين و M و R مطابقتين إذن من نظرية الزاوية الثالثة الزاوية S هنا تطابق الزاوية N إذن المثلثين متطابقين صح أو لا؟ هذه من نظرية الزاوية الثالثة طيب من خلال هذا المعطى الزاوية L تطابق الزاوية Q والزاوية M تطابق الزاوية R والظلع الغير محصور بينهما يطابق الزلع الغير محصور بينهما هنا فرح يكون عندك المثلثين أو الضرع المحصور بينهما هنا رح يكون عندك المثلثين هنا وشيهما المثلثين متطابقين إذن هنا فيما يتعلق في هذا البرهان مثال الثاني عندي هنا استعمال النظرية AAS لإثبات تطابق المثلثين في السؤال هنا يقول لك نفس الكلام أكتب برهان حر يعني رح يكون كلامي كله إيش إثبات حر يعني تكتب كتابة كيف تثبت له أن المثلثين متطابقين طيب بعض الأحيان على فكرة هذا لازم نوضحها بعض الأحيان يكون في عندي إشكالية كيف أفصل المثلثين يعني عندك الشكل اللي قدامك هذا شوي متداخل صح ولا لا ينبغي عليك وش تسوي ينبغي عليك أنك توضح المطلوب في المثلث الأول بالرسمة والمثلث الثاني بالرسمة صح ولا لا عشان أنا أنا عشان يعني أتأكد أيش هما أو أيش المثلثين المطلوبين إثباتهم صح ولا لا هنا في السؤال الأمامي هنا يقولك أكتب والمعطيات عندك طبعا هنا الزاويتين من الطابقتين دي أي سي وبي إي سي دي أي سي هذي هي تطابق بي إي سي ممتاز والقطعة المستقيمة دي سي تطابق القطعة المستقيمة بي سي ممتاز يا سلام المطلوب إثبات أن المثلثين إي سي دي وإي سي بي متطابقين تعالوا نشوف وين هم هذين المثلثين طيب إي سي دي هذه هي هذا إي سي دي عندي والمثلث الآخر إي سي بي تعالوا نشوف وين المثلث الآخر إي سي بي قلوا نكتب اللون الأصفر يعني يكون واضح عندنا إي سي بي هنا إي يا سلام أعتقد كده المثلثات واضحة عندي المطلوب إثبات أن هذين المثلثين متطابقين طيب خلاص أنت عندك معطيات من خير هذه المعطيات أنت قادر على تفسير أن المثلثين متطابقين من خلال ماذا؟ من خلال في عندي يعني أشياء واضحة من الظلعين الموجودين عندي متطابقين ومن هذه الزاوية الموجودة عندي اللي هي أي والزاوية والزاوية أي طيب تعالوا نشوف بما أن بي سي تطابق الظلع بي سي دي سي تطابق الظلع بي سي هذا الظلعين متطابقين خلاص هو من السؤال معطيك إياه والزاويتين دي اي سي الزاوية هنا تطابق هذه الزاوية بي اي دي وأن الزاوية C هنا تطابق نفس الزاوية اللي هي بالنفس المثلث الآخر إذن من خلال نظرية angle side أو AAS هذين المثلثين متطابقين تعالوا وضحها بالرسمة أخرى هنا لاحظ معي عشان تكون واضحة لاحظ معنا الزاوية اللي فوق في المثلث اللي في الأعلى تطابق الزاوية اللي في الأسفل في المثلث اللي في الأسفل صحوا دعا؟ هذه الزاوية الأولى لاحظ معي هذا الضلع يطابق هذا الضلع ممتاز وفي عندك زاوية وفي عندك أيضا زاوية هنا تطابق نفس الزاوية صح ودلا؟ إذن من خلال نظرية AAS نلاحظ أن المثلثين هنا وشيهما متطابقين لاحظ معي هذا الضلع وهذه الزاوية والزاوية اللي أخرى هنا وهذا الضلع أيضا وهذه الزاوية وهذه الزاوية في المثلثين في هذا السؤال أيضا تحقق من فهمك أكتبر هنا تسلسليا لاحظ معي هنا قال لك تسلسليا يعني النوع تسلسلي هنا في عندك معطيات RQ توازي S T متوازيان وحنا أخذنا سابقا في ما تعلق بالتوازي أخذنا سابقا أنه إذا كان في عندي مستقيمين متوازيين صح ودلا في رياضيات واحد واحد تذكرون قلنا حنا إذا كان في عندي مستقيمين متوازيين وقطعهم قاطع صح ودلا؟ دعونا نوضحها هنا أفضل إذا كان في عندي مستقيمين متوازيين لازم نحط علامة التوازي وقطعهم قاطع فإن هذا القاطع مع المستقبلين المتوازيين ينتج عندي زوايا متبادلة داخلية متطابقة وزوايا متناظرة متطابقة وزوايا متبادلة خارجية متطابقة وزوايا متحالفة متكاملة صح ودا وهذا كان يعطيك هنا فكرة من الأفكار التي أخذناها سابقا يعطيك هنا المعطيات قالك أن الضلع RQ يوازي الضلع ST هذا الفكرة الأولى و معطيك أيضا أن RQ يطابق ST صح ودا ونعطيك الآن شيئين واضحين المطلوب إثبات أن هذين المثلثين هذا المثلث الذي يعلمين يطابق المثلث ماذا؟ الأعادل الذي صار بباقي أن ذي بدنا نبدأ بالمعطيات المعطى الأول أن RQ يوازي ST والمعطى الثاني أن RQ تطابق ST ممتاز من خلال هذين المعطيين بما أن المستقيم RQ يوازي ST في عندي زوايا متقابلة بالرأس متطابقة اللي هي الزاوية اللي عندي هنا تطابق الزاوية هذه صح أو لا؟ يا سلام في المثلثة العدلمين هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية بالتقابل بالرأس وفي عندك زوايا متبادلة داخليا متطابقة اللي هي RQS تطابق TSQ ممتاز إذن كأنه عندك مثلثين شف هذا المثل الثاني خلونا نضعهم أكثر هنا صح؟ عندك هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية وهذه الزاوية تطابق هذه الزاوية طيب وين الظلع؟ هذا هو الظلع هذا الظلع الغير محصور بينهما يطابق هذا الظلع الغير محصور بينهما إذن هنا A, A, S هنا A, A, S إذن من نظرية A, A, S هذين المثلثين الشي هما متطابقين إذن المثلثين متطابقين من نظرية أنجل أنجل سايد كما يمكننا استعمال المثلثات المتطابقة لقياس المسافات يعني حن بيكون عندنا بعد شوي مثال من واقع الحياة مثال واقعي رح نستكشف كيف نجيب المسافات والقياسات صح ولا لا باستعمال هذه النظريات والمسلمات هنا يصعب عليه قياس بعض المسافات من واقع الحياة ممتاز هنا في المسافات أراد أكرم أن يحسب المسافة بين النقطة C والنقطة B شاهدوا لاحظوا مني هذه النقطة C نحطها باللون الأحمر لكي تكون واضحة هذه النقطة C وهذه النقطة B ممتاز يعني المسافة بين يمين الوادي أو النهر إلى يسار الوادي أو النهر عندك هنا يبغى المسافة بينهم C و B هذه C و B ممتاز فقام إيش عمل أكرم قام بتعيين نقطة اسمها D هذه النقطة D ممتاز ليستعمل هذه النقطة ليستعملها نقطة مرجعية بحيث تكون العلاقات أو بحيث تكون العلاقات بالقطع المستقيمة كما في الشكل أدنى لاحظ معي معطيك هنا إيش معطيك معطى آخر إذا علمت أن طول D E هذا طول D E يساوي ثمانية FIT هنا ثمانية FIT ثمانية قدم ممتاز فأحسب المسافة بين النقطة C والنقطة B طبعا أنت قادر على إيجادها ذهنيا بشكل مباشر لكن هو يبغاك الآن تثبت له كتابة يعني كيف يجيب أو كيف يوجد المسافة بين النقطة C والنقطة B طبعا هلنا عارفين بما أنه في عندك أضلاع متطابقة لو تلاحظون أن المسافة هنا متطابقة وفي عندك زاوية قائمة هنا صح في عندك زاوية قائمة ممتاز وفي عندك إذن الظلع B C رح يكون ثمانية فيت نفس الظلع D F أو D E هنا طيب كيف كيف إذن لتحديد طول C B يجب أولا أن نثبت أن المثلثين اللي قدامنا هنا هما متطابقان المثلثة اللي فوق والمثلثة اللي في الأسفل هذا علشان نثبت أن المسافة هنا متساويتين لازم أول شيء نثبت أنهم متطابقين ممتاز طيب بما أن طول C D هنا بما أن C D هنا عمودية على كل من D E و B C هذا B C و D E يعني يصنعون زاوية قائمة قدرها 90 إذن بما أن تميع الزاوية هنا قائمتين إذن الزواية B C A 90 والثاني اللي هي E D A رح يكون نفسها 90 ممتاز هذه الزاوية 90 وهذه الزاوية أيضا كم 90 درجة حين عرفنا الآن أن الزاويتين متطابقتين ومعطيك هنا A C لاحظوا معي الشكل هذا أو الشكل هذا إذن هذين الزلعين متطابقين كم متطابقين ومعطيك الشكل هذا الزل متطابق هذا الزل ممتاز والزاويتين هنا متطابقتين صح A D هنا أمتاز بإيش بالتقابل بالرأس إذن كأنه عندك مثلث لاحظ معي هنا هذا المثلث اللي أمامنا والمثلث الآخر هو هذا المثلث الطويل عندك هذا الزل يطابق هذا الزل والزاوية هذه قائمة تطابق هذه الزاوية القائمة وعندك الزاوية هذه تطابق هذه الزاوية المتقابلة معها بالرأس طيب وش رأيكم هنا أي نظرية أو أي مسلمة لاحظ معي هنا angle S A هنا A S A إذن بحسب مسلمة A S A ينتج أن المثلثين A E D أو E A D و B A C متطابقين إذن هذين المثلثين منطابقين بما أن المثلثين منطابقين إذن B C يطابق ماذا D E أجزاؤهما المتناظرة متطابقة خلاص سنذكر أن طول B C هنا سيكون كم 8 فت لأن أجزاء هذا المثلثين المتناظرة متطابقة عندنا سؤال هنا في تحقق من فهمك استعمل شكل المجاور الذي يمثل عامودي كهرباء وظليهما لكتابة برهان حر يبين أن قطع المستقيم B C هنا هنا B C تطابق قطع المستقيم الأخرى والضلع الآخر D E ممتاز أنا علشان أثبت أن هذا يطابق هذا خلاص لازم أثبت أن المثلثين متطابقين ممتاز ومعطيك إياها تطابق الزاوية D F E هذه معطا ممتاز وأيضا المستقيم العامودي عندك D E عامودي على F E و A C هنا يطابق F E إذن A C هنا يطابق F E هذه معطيات ممتاز مثلا هذه المعطيات بما أن الزاويتان أو الضلع هذا عامودي على هذا الضلع و الضلع هذا عامودي على هذا الضل إذن الزاويتين القائمتين هنا تسعين وبالتالي هما متطابقتان إذن بما أن الزاويتان متطابقتان بحسب المسلمة عندك A S A إذن المثلثين متطابقين خلاص عندك هنا زاوية تطابق هذه الزاوية والظلع هذا يطابق هذا الضل والزاوية هذه قائمة تطابق هذه الزاوية قائمة إذن المثلثين من طابقين. إذن القطعة المستقيمة هو الضلع DE يطابق الضلع بي سي بحسب هذه المسلمة ASA إذن بي سي تطابق DE لأن العناصر المتناظرة في المثلثين متطابقة. آخر حاجة عندنا في ملخص المفاهيم. خلونا ندمج الموضوع السابق الذي أخذناه اللي هي SSS SAS و AAS و ASA بمفهوم واحد. هذا المفهوم الأساسي عنده وملخص المفهوم SSS. يطابق المثلثان إذا كانت أضلعهما المتناظرة متطابقة. بثلاث أضلع وهنا ضلعين وزاوية محصورة بينهما. إذا كانت مطابقة لأخرى أو في مثلثين آخر فإن المثلثين مطابقين نجي للمسلمة اللي أخذناه اليوم. ASA إذا كان في عندك زاويتين وظلع محصور بينهما أو يطابقان. زاويتان وظلع محصور بينهما في مثلثين آخر فإن المثلثين متطابقين. أما النظرية الأخيرة عندنا أخذناها هذه هي تقول إذا كان في عندك زاويتين وظلع غير محصور بينهما. أو يطابقان زاويتان وظلع غير محصور بينهما فإن المثلثين هنا متطابقين وبكذا نكون أنهينا موضوعنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم لهذا الموضوع إذا اللقاء في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة